عندي هنا واحد من أكثر المنتجات العجيبة اللي ممكن تشوفها في حياتك قيمته 100 ألف ريال اسمه بريدتر ثرونوز وهو ستب متكامل للألعاب يتحرك كهربائيا ويقدم لك مزايا خيالية متناسقة مع بعض بشكل كامل خلونا نتعرف عليه في هذا الفيديو في هذا الفيديو رح نتكلم عن بريدتر ثرونوز بالبداية عندنا ثلاث شاشات جيميك 144 هرتز موجودة هنا نتصل في بعضها أسلاكها كلها مخفية داخل الجسد الخاص بهذا الجهاز أو المنتج عندنا هنا كيبورد جيميك ومونس جيميك وعندنا هنا كيرسي جيميك وجنبي سماعاتي أنا بوريكم كيف هذا الجهاز يشتغل وكيف يتحرك بشكل أوتوماتيكي طبعا يكون مفتوح بالشكل هذا عشان أنت تجلس فيه وتبدأ تجهز للعب بعدها عندك على اليسار هنا زي الطيارة تماما عندك كيرسي تقدر تحركه وتقدر تسوي فيه أشياء عجيبة فأنا أول شي بسويه هو أني أنزل الشاشات عشان أبدأ أو أستعد للعب فرح تنزل عندي ثلاث شاشات هذه من الأعلى بضغطة زر هذا كله ضغطة زر وهو يتحرك لحاله نزلت عندي ثلاث شاشات قرب مني المنطقة الخاصة باللعب طبعا الطاولة هذه كلها موس باد يعني أقدر أحط الموس مكان ما أبغى كيبورد الجيميك قدامي وأقدر أبدأ ألعب طبعا إذا كان عندك لعبة فيها ثلاث شاشات مثل لعبة مترو اللي موجودة أمامي رح تصل على تجربة لعب عجيبة جدا كل شي يحيط فيك السماعة موجودة هنا عندي على الجيم وعندي هنا مكان حتى للأكواب إذا أبي يحط جمبي مشروب أو شي وأقدر أبدأ ألعب بكل بساطة طبعا فيه حاجة أنا لازم أقولها الستب هذا شي عجيب أول شي ما في منه إلا خمس حبات في السعودية كلها خمس حبات من هذا الشي ينبع 100 ألف ريال وزنه 600 كيلو جرام إذا شريتها رح يجيك من الصين ورح يشحنونها لبيتك ورح يركبونها داخل بيتك فيعني ما هو شي بسيط أبدا أنت تشتريه تأخذها في صناديق وتركبه في بيتك أبدا كأنك شاري طيارة حرفيا بيجون تركبونها عندك داخل في البيت طبعا الستب هذا ستب متكامل يعني أنت ما يحتاج تشتري شيء إضافي كل شي موجود هنا من شاشات من كيبورد من ماوس من جهاز الكمبيوتر نفسه اللي موجود وراي يجي مع العدة كاملة هذه وطبعا يعني لو كانت ستب بهذا الشكل فس يعني شي يقدر أصوي في بيت أقدر أجيب طاولة عادية أحط عليها ترش شاشات كيبورد ماوس وألعب لكن الحلو في الموضوع هذا أنه مو بس أن هذه الشاشات كلها ترتفع للأعلى عشان أنا أقوم ووخر لا تعرفون الأشياء اللي دامنا نحلم فيها أنك نايم على السرير كذا وتشوف الشاشة فوق راسك كذا وتتفرج على فيلم تخيل وانت تلعب خلوني أوريكم هذا الجهاز إيش يقدر يسوي بسم الله طبعا طلع من تحت رجولي قاعد يرتفع الكرسي عشان تمد رجولي وبنفس الوقت الستب الكامل الكرسي اللي أنا جالس عليه الشاشات اللي قدامي كلنا قاعدين نصير الحين بوضعية مائلة أنا حرفيا الآن بتحول لوضع النوم في الطيارة ولاحظوا بعد ما عدلت شكلي وصرت منصد حين أنا مرتاح مرة وما يدرجوا لي الكيبورد ما تحرك من مكانه ولا الماوس تابتين مزلقه ولا شي فبسهولة بقدر أكمل لعب كذا الوضعية وضعية تجيب النوم يا جماعة شي رهيب أزيدكم من الشعر بيت هذا مو كل شي يصير هنا في الجهاز هذا كرسي القيميق اللي أنا جالس عليه ماهو كرسي عادي أبدا الكرسي هذا يهتز يتفاعل مع اللعبة زي ما يكون عندك اليد أحيانا تكون فيها هزاز يهتز لما يصير لك صدمة في اللعبة أو شي أنا الكرسي بالكامل حقي يهتز في مقطع البداية في مترو اللي تكون راكب فيه في القطار الكرسي يجلس يهز كأنك فعليا داخل القطار التفاصيل الموجودة من هنا رهيبة يعني يعطيكم مثال أنا فوقي لمبة نطفيها أنا شوفوا خلي شغلها شغلت لمبة لو كنت في غرفة مظلمة وكان عندك شيء تبغى تشوف الوين حاط أغراضك تدور شيء عندك لمبة هنا ضايقتك تقفلها نفس الشيء المجسم هذا بالكامل من فوق عليه إضاءة خارجية إضاءة تعطيك جو تعطيك ألوان تقدر أيضا تقفلها من داخل من هنا ما أعجبك الوضعية هذه في اللعب تقدر تعدل وضعيتك تقدر تحطها بزاوية معينة يقدر يوقف على زوايا أكثر من زاوية يعني حين أنا نزلتها شوي أقدر أوقف على هذه الزاوية إذا كانت تعجبني ما أبي أبغى أقعد في وضعية مرتاحة وأقعد ألعب الحالي أنزل الكرسي بالكامل وأرجع للوضعية الطبيعية يعني الطريقة اللي مصمم فيها هذا الكرسي مو الكرسي هذا المركبة هذي كاملة مصممة بطريقة أنك تقدر تعدلها تقدر تتحكم فيها بضغطة زر كهربائية بالكامل تصميم فعلا معقد وما في منه لخمس حبات ما هم موجهة للكل مثل الشركة اللي تنزل نسخة خاصة من سيارتها ما في منها مثلا اللي خمسين حب حول العالم أو مئة حبة شيء للأشخاص اللي يحبون تجميع الأشياء الثمينة وأنا جالس معكم الآن بالمحل طبعاً إحنا في روبين بلازا في مكتب الجري الفرع روبين بلازا أي واحد فيكم يقدر يجي ويجرب هذا الشي اللي موجود هنا اليوم كان الكشف حقه انباعت اثنين لحد الآن ولسه ماخذوا الطلبات الإضافية يعني باقي ثلاثة على مستوى المملكة فشي نادر جداً تعالوا جربوا قبل ما تنتهي هذه الفترة المميزة هذا هو بلدتر ترونوز من أسر كان معكم حمد المسيمي على قناة ترو جيمينج وأشوفكم بإذن الله في فيديو قادم يا شباب مع السلامة